أعمال فنية شبابية عرضت على شاشة مسرح معهد الفنون الجميلة في الرصافة لطلبة الدراسات المسائية الأعمال تضمنت مجموعة من الأفلام القصيرة المتنوعة تناولت قضايا اجتماعية وأمنية هادفة كان لها صدى مميز لدى الجمهور الحاضر وبشهادة المشرفين عليها طبعا هو اليوم ختام لمهرجان الثاني عشر بعد كان افتتاحه يوم أمس لأقسام التشكيلي والتصميم والخطوة الزغرفة واليوم ختامها ميسك بقسم السمعي والمرئية بأفلام القصيرة ومعرض الصور الفوتوغرافية لاحظت هذا نتاج طلبتنا فيه نوع من النضوج فيه نوع من الواقع أكدنا على أن تكون مشاريع التخرج هي الواقع الذي يعيشه المجتمع العراقي الواقع الذي نستميد منه ونستفيد منه لاحظت أن في بعض الأفلام هناك يتقلم عن المخدرات عن العنف الأسري حقيقة هذه السنة من السنوات أعتبرها من السنوات السباقة بإنتاج نوعية أفلام فريدة من نوعها تحاكي الواقع وأيضا تحاكي الخيال هناك من تحدث عن القضية الاجتماعية مثل القضايا الأرهاب قضايا العنف الأسري قضايا الحياة الاجتماعية البسيطة التي يعيشها المواطن العراقي هناك الكثير من الأفكار والكثير من الإبداع لدى الشباب وأغلبهم يعملون في الفضائيات ولديهم أعمال أخرى ولكن نحتاج إلى دعم وحضراتكم تكونوا تغطون مهرجاناتهم وأعمالهم وتشجيع وإقامة مهرجانات الأفلام القصيرة المهرجان تقليد سنوي دأبت إدارة المعهد على إقامته للوقوف على إمكانات وطاقات الطلبة وأهم ما تعلموه خلال السنوات الدراسية في مجالات فنية متعددة مثل الرسم والزخرفة والموسيقى هنا أنا بصراحة أنا الطالب هو أي منجز أي إنتاج يطلع من الطالب فهو أنا أشوفه منجز حقيقي على اعتبار هو طالب محد يعني وهذا الإنتاج يعني أنا اليوم اللي شفته وأبهرني بالمنجز للطالب أنه أكون دخلين الأطفال بالأعمال بشكل عام يعني وشفت أنه حركة الطفل لأنه حركة موسهلة أنه كمخرج تجيب الطالب تجيب الطفل العفو وتحرك بشكل أنه أنت تريده أنا هذا أشوفه مو من السهولة بمكان ممكن عشر أعمال قدمها قسم الموسيقى مختلفة الألوان ضمنت أغاني تراثية موشحات عزف انفرادي عزف جماعي غناء جماعي كورال والحمد لله ما أدري البرحة ما كنت أنتو كان العارض البرحة وأعتقد كان بنسبة جيدة من النجاح بالحقيقة سعداء بهذه التجربة الفنية اللي فادتنا كثيرا في مجال السينما والإخراج وممكن في السنوات القادمة ممكن نستفاد من أخطائنا باحتبارنا نحن مبتدئين في عالم السينما وهذه التجربة يعني الحقيقة تجربة مثمرة وجميلة في اختصاصنا السينما والإخراج استثمار التجارب الفنية التي قدمها طلبة مع هذه الفنون الجميلة في الرصافة يمكن أن يؤسس لشركات فاعلة مع المؤسسات الإعلامية والفنية الأخرى لبلورة هذه التجارب وتطويرها كما يمكن الاستفادة منها في المشاركة بمهرجانات عربية وعالمية لقناة العراق يا مصطفى السعدي بغداد ترجمة نانسي قنقر